بكم الدبابير الذكية خطر ضخم يهدد أقوى جيوش العالم ويجعل ترسانتها العسكرية الضخمة أضحوكة إذ أنها قادرة على تخريبها لتصبح خارج الخدمة خلال دقائق معدودة فهي قادرة على إعادة تشكيل توازن القوى العالمية ترى ما هي قصة الكابوس الضخم الذي تخشى منه الدول العظمى قدرات فائقة قادرة على إعادة تشكيل توازن القوى العالمية عبر أسراب ضخمة من الدبابير الذكية المصممة على تحقيق هدف واحد تتحدى قدرة الجيوش المتقدمة على رصدها لتتسبب في مخاوف ضخمة لدى الدول المتقدمة مع استخدام الذكاء الاصطناعي لها إذ تجدت المخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من تشكيل أسراب من الطائرات بدون طيار منخفضت التكلفة والعاملة بالذكاء الاصطناعي لسيما لو كانت مكونة من المئات في نفس الوقت تهديدا وجوديا للآلة العسكرية الأمريكية وتخشى الولايات المتحدة الأمريكية من نظرية الإغراق لإسقاط قدرات الدفاع الجوي الحديثة القادرة على رصد الطائرات الفردية بدون طيار حيث أن أسرابا منها منتشرة على هدف واحد فيما يشبه الدبابير لديها القدرة أيضا على إسقاط أضخم القواء العسكرية وحذر الأدميرال المتقاعد في البحرية جيمس ستفريديس من أن المواجهات العسكرية المستقبلية ستكون بمزيج من المعدات العسكرية الرخيصة وليست الأنظمة المتطورة التي لا تستطيع سوى القوى العظمى تحملها القائد العسكري الأمريكي حذر من أن حاملات الطائرات باهظة الثمن أو القاذفات الشبح والتي تتطلب التزامات زمنية ضخمة للتطوير والبناء ستصبح عرضة للطائرات بدون طيار رخيصة الثمن التي يمكن لكل مجموعة عسكرية صغيرة في أي جزء من العالم في الوصول إليها تقريبا وحذر القائد العسكري الأمريكي من أن هذه اللحظة الحاسمة لم تأتي بعد لكنها تتسارع لمقابلتنا لافتا إلى أن ذلك النوع من الطائرات بدون طيار تم استخدامه بغزارة في المواجهات العسكرية حول العالم فغيرت مسار العمليات في أوكرانيا عدة مرات وأكد أنه إلى الآن فإن هذه المسيارات التي يجري توجيهها عن بعد من قبل أفراد قابلة للإسقاط بواسطة التكنولوجيا المتقدمة المتوفرة لدى السفن العسكرية الأمريكية ولكن إذا تم نشفها في سرب فإن الطائرات بدون طيار والتي تكلف كل منها الآلاف من الدولارات يمكن أن تستهدف سفن عسكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ونتجة للخطر الكبير الذي يهدد القدرات العسكرية الأمريكية يتسابق البنتاجون لتطوير أنظمة دفاع خاصة ضد الأسراب بينما يقوم ببناء أنظمة طائرات بدون طيار خاصة خاصة به ومنسقة بالذكاء الاصطناعي وحذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا لجنة الجيش الأمريكي بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي من أن الطائرات بدون طيار الرخيصة هي واحدة من أكبر التهديدات مؤكدا أن الأسراب مصدر قلاق أكبر وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في الاستثمار في أشياء مثل معدات الموجات الدقيقة عالية الطاقة للدفاع ضد الهجمات الجماعية بطائرات بدون طيار فهل تغير الطائرات بدون طيار معادلة العالم؟ شكرا لكم